بسم الله الرحمن الرحيم في مثل هذه الأجواء بنجد الكثير من الجدل مصر رايح على فين الأزمة الاقتصادية وكأنه مصر لم تمر بأزمات قبل ذلك قط مصر مرت بأزمات والمصريين تحملوا أزمات وتخطوا عقبات وتخطوا مطبات ولا يوجد عبر التاريخ ما كسر الشعب المصري تاني وأعيد وأزيد بأنه الشعب المصري قادر على عبور كل الأزمات الشعب اللي عبر قناة السويس بين الحلم والرجاء الشعب اللي حطم المستحيل في حرب الاستنزاف من 67 ل73 ولحظة العبور الشعب اللي وقف قدام الإنجليز الشعب اللي عمل صور 19 الشعب اللي عمل صور 23 يوليو الشعب اللي بنى الساد العالي اللي النهاردة بنحتفل بمرور 63 سنة على إنشاؤه النهاردة كام يا إبراهيم النهاردة 9 يناير 9 يناير 20-23 بيمر على إنشاء أو بداية إنشاء الساد العالي بداية أول خطوة فيه 63 سنة الساد العالي احنا دلوقتي بنشوفه بيعمل 3 جيجا من الكهرباء والأتنين جيجا من الكهرباء لكن زمان أجددنا من 63 سنة لما اتقال ساد عالي دا كان حاجة حلم وهم وهنعمل عملية تنظيم للري والفيضانات والمنع من الجفاف والحماء من الجفاف ونولي الطاقة خهربائية لم يكن أحد يتخيل إن الشعب المصري قادر على بناء وإنشاء هذا الساد الضغم في حينه من 63 سنة وقفوا ضدنا الأمريكان وقفوا ضدنا الإنجليز وقفوا ضدنا الفرنسيين وقفوا ضدنا الإسرائيليين وضربونا في حرب العدون السلاسي انتصرنا وكانت مصر قادرة إن هي ترفع رأسها وهامتها في كل الأحوال مررنا بأزمات ومشاكل تاني بقول لهذا الجيل اوعى تشعر بفقدان الثقة في النفس بقول تاني لهذه الأجيال أولادنا وأخواتنا وأسد زيتنا اللي أكبر مننا عايزين نرجع تاني نقرأ من التاريخ ومش كلام إنشاء أبداً ولا كلام إعلام إن هذا الشعب لم ينكسر اتنين هذا الشعب وهذه الأمة لابد إن هي تعيد بناء ثقتها في نفسها في وقت سريع وعاجل لأنه هناك من أراد أن يفقد هذه الأمة ثقتها في نفسها هناك من أراد وما زال يريد وما زال يعمل بكل أدواته الظاهرة والبطنة إنه يحاول يفقد هذه الأمة ثقتها في نفسها ومن ثم ثقتها في قدتها ترجمة نانسي قنقر